موسيقى موسيقى اسمي ناصر علي اماراتي هندس كيميائي و احب التصوير اعتقد احب التصوير موسيقى باختصار كلمة تون تعني درجة الظوء او درجة اللون احس الاسم بسيط بنفس الوقت اعبر انستايلي دائما في صوري احب ان تكون لضاها نوع امام الموسى او ان تحس فيها النقطة الثانية ان اغلب صوري كل صورة احب ان اخصص لها لون معين او تون معين يعني صورة مثلا تكون اكثر لون فيها والازرق والاحمر و الى اخرين موسيقى لا افلام يعني في الحياة انا ما احس ان في شيء اجمل من كل شيء يعني في افلام تحب القصة اللي فيها في افلام يعجبك التمثيل في افلام تحب الاخراج فيها فصعب اني احدد و اقول هذا احلى فلم في العالم احب ابحث عن الهام و اين ما كان موجود اوك ا نغني اواك ان بم عندي اى احلى اغاني احب احلى مغنينة احب فيروس منهم فرق 3 bon صافي أي شيء افلام بشكل عام مصري فرنسي انجليزي احب الكلاسيك كلام معها احس انه صعب الانسان يحدد غنية معينة لان مزاجك يتغير مع الوقت ساعة تفضل تسمع شيء عزيز ساعة تفضل تسمع شيء سعيد فصعب يتحدده لكن غنين المطربين اللي يكون هم غني ومطربين فاقدر خددهم يمكن هدفي الوحيد للحياة انه اتمنى الناس تذكر انه اتذكرني بشي حلو او جميع ساويته انا اتمنى اتمنى الناس اتمنى الناس يمكن لها السبب لجأت للتصوير الذاتي انه احب اصور عمري تخيل عمري يوم اكبر ارجال صور قدري ما يشوفها على مراحل زمنية مختلفة الحياة شو كنت اصول فترة معينة وشو الاشياء اللي كنت احبها وكيف كانت ستاولي والحول في الصور انه تبقى ذكره مو بس لك شخصي لكن حتى للناس اللي حول الناس اللي عشتوا ايام ممكن يشوفون الصور ويذكروني بالخير ان شاء الله موسيقى غير التصوير غير التصوير احس انا احب ابحث عن ساعاتي في التفاصيل البسيطة من الحياة بمعنى ان اشرب مثلا سكانت شاي بعد يوم طويل او بس ان اقعد ما عندي شيء اضيع يومي على انستجرام والفيديوز على اليوتيوب كرياضات مثلا احب سوكسيكل احب البوليك يعني الاشياء البسيطة في الحياة عن نفسي اشوف ان الفن انك تعبر عن نفسك بخلاص اتوصل للناس فكرة معينة او مشاعر معينة صعب احدد موينتين الافكار في مقولة احبها لبكاسو يقول ان الفن سرقة بمعنى ان ما في فكرة اصلية في الحياة يعني الافكار اللي تينا من افلام شفناها من بيت شعر قريت او اغنية سمعتها كتاب من اي شيء كولنا كل هذا يولد عدنا مجموعة افكار انا احب استلهم اشياء من الافلام اللي اشوفها او من الاغاني اللي اسمها الاغاني القديم مثلا الفيروز الكلمات اللي كانت مجموعة افكار كانوا يلفون هالاخواني الاشياء البسيطة مثل زهرة بيد قلبي بيد ويا خوفي لاقيك بعيد خهري بيد وقلبي بيد ويا خوفي لاقيك بعيد او يوم تقول هديتك مسحرية ولا كنت اداريها هديتني برده خبيتها في كتابي زراعتها على المخد وهديتني وردي فرجيت الاصحابي خبيتها بكتابي زراعتها على المخد كلها يتحسها مفودات بسيطة جدا لكن معانيها عميقة عميقة لا بعد حد اسم يناسبني وعنوان يحس لازم فيه كلمة اسرار او كلمة رسائل احس في حياتي فيه وايد اسرار او محد يعرف عني كل شي كل شخص يعرف عني اشياء معين فاحس انوان الناسب يكون مثلا رسائل مفقودة الفنان عاشق احس اسم قصيدة بس يلا اش عارف الحياة ان الذكريات حتى السيئة منها افضل من لا شيء حاول انك تعيش اصنع ذكريات قد ما تقدر تجرب اشياء تلعب بره عيش سوي مغامرات في نها يوم تكبر تبت ذكر اشياء تبت عندك قصص تقولها لاحفادك وحتى لاولادك ما في اسوء انك تتكبر وتشوف حياتك قربة تتخلص وانت ما سويت شيء في ناعي الحياة قصيرة فخلنا نستغلها ونستمتع فيها والمعيش قد ما نقدر ونصنع ذكريات حلوة حتى لو سيئة المهم ان نكون عشنا وتجربنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر